مدينة شفشاون جوهرة تأسر القلوب بذروبها المرسومة جدرانها وذورها بلون السماء في مدينتها العتيقة أربعة أحياء أحيطت بحزام أخضر ونبع مياه رأس الماء جعلها مدينة زرقاء وخضراء في نفس الآن هي مدينة خضراء وكنلاحظوا أيضاً اندماج دي اللون الأزرق مع اللون الأخضر اللي يعطيها الجمالية رائعة جداً لمدينة مكراً هنا سنزيدوا أكثر وأكثر ونصلوا للجائزة الوطنية اللي حصلنا عليها في 87 كمدينة أولى في البيئة في المغرب السياح عنده واحد نسبة كبيرة لكي يجيي للمغرب ضروري ما يجي شفشاون وأنا شخصياً كتعجبني بزفحة مقياة وكتمتز بزفحة الحاجات وأطلنت الناس ديالك يهتموا بالبيئة بزفحة مدينة نموذج في المحافظة على البيئة ذاك حلم يراوض سكان مدينة شفشاون تحقيقه يستلزم تضافر جهود الجميع عبر أفكار مبدعة ومبادرات تزيين ضروب المدينة القديمة كمبادرة هذا الشاب الذي صنع من إطارات السيارات تحفاً لافتة للانتباه ولتطل الشو من نافذة خضراء دأب السكان بالإضافة إلى جمعيات بالمدينة على تأتيت فضاءات بعض الأزقة بنباتات خضراء أمر ليس بجديد على سكان هذه المدينة منذ قرون انخلت الأجداد حافظوا على جمالية مدينة شفشاون التي أصبحت قبلة مفضلة للسياح من كل أرجاء المعمور مدينة الخضرة والهواء العليل في زرقة دروبها راحة واطمئنان ليس لهما مثيل